نتقيقة أرجعنا لكم مازلنا مواصينا معاكم تحية لكم انتوما التحقتوا بينا في الاستماع في سهر الليالي كيف العادة في الوقاية هذه نمشي والفنان من مهرجان اليوم اخترنا نحكيه على فنان باش نلقاهه موجود في مهرجان بنزارة الدولي دورة السنال يوم حديثنا عن الفنان اللبناني رامي عيش اللي بدأت مسيرته الغنائية في استوديو الفن الموسم 1996 فاز وقتها بالميدالية الذهبية في عمر 17 عام تعاقد مع اهم شركات الانتاج صوت رامي عيش القاسد كبير شعبية كبيرة برشا في العالم العربي اول البوم تم اصداره عام 1997 بعنوان رأة تعاقد مع شركة روتانا ساعدوا على الانتشار العربي وينحقق النجاح البوم البمال عام 2002 بعدها البوم يمسهر عيني عام 2004 والبوم حبيتك انا عام 2006 تعتبر هذه المواسم الذهبية في مسيرة رامي عيش الفنية الالبومات وصلت المبيعات بالملايين وتعامل مع كبار المحرين والشعراء والمخرجين العرب بسعيد الماروق كارولين لبكي سليم تورك فادي حديد وغيرهم من الاسمان يصنعوا مجد رامي عيش مشاركات وصلت لكل المهرجانات الممكنة العربية والعالمية وغنى زادة ديو مع احمد عدوية منهم عزادة مع الفنانة ميا دياب مع عزادة هيفا وهبي مشاركات رامي عيش كانت كبيرة برشا تعامل من خلالها مع موسيقيين وموزعين زادة اكبار سواء من شركات الانتاج او في المهرجانات كان زادة سافر في مهرجانات عربية وعالمية حصد عديد زادة الجوائز والتكريمات مسيرة كبيرة برشا الفنان اللبناني يحبوه كل العرب ملا غاني اللي قدمها رامي عيش للجمهور هي غنية بغنيلة الغنية ديو اللي تم انتاجها عام الف وتسعمائة وسبعة وتسعين وكانت البدايات الغنية ديو غنية الحظ بالنسبة الرامي عيش اللي البدايات كانت بالغنية هذي نسمعها تنسويت